هل المشكلة حاول مرة أخرى لاحقا على تطبيقك الخاص واتساب سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال ضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بنزول الأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة هنا نقوم بنزول الأسفل بحث عن تطبيق واتساب ثم بعدها نضغط على واتساب ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين في هذه النافذة الخاصة هنا وبعدها نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم سوف نقوم بالذهاب لماتشر جوجل هنا نقوم بالضغط عليه ثم نقوم بالبحث عن تطبيق واتساب ليظهر معك على هذا الشكل تضغط على تحديد يتم تحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو